افضل لعب من وجهة نظرك في الماتش ده امبارح زمالك ولا هلالك يعني عوادني مرة واحد وانت عايز واحد ولا اتنين تلاتة عواد بعديه الونش وعايز سألك سؤال تاني مهم جدا يعني برضو كان لازم مهم اسأله لك خاص بضربات الترجيح يعني فكرة ان زيزو بداية ضربات ترجيح طبعا جات في العرضة وده سوق توفيق لكن انا ملاحظ كده ان عندنا مثلا في الفترة اللي فاتت انت بتخسر سواء بقى منتخب مصر او نز مالك فكرة ضربات الترجيح عندنا احنا هل ما بنتمرنش عليها لا بصك يا فروق بص ما فيش مدرب ما بيعملش وحدات تدريبية وطلعنا وافريقيا وافريقيا برضو ضربات ترجيح النهاردة مبارح نز مالك وممكن تحسب بعد كده هو انت بتضرب بس يوم المبارا عشان اقولك شفت حاجة مبارح يوم المبارا دي انت بتقول فلان وفلان من خلال تدريبات صحيح الشخصية لده حتشوت انت لها ده ما تدارش تحكم فيها بصدق يعني يعني واحد ممكن يبقى جواه المدرب قلقها حتشوت يقولك أشوت لكن جواه فيه خوف او قلق شوية عدم السقة ان هتيجي الجون فطالما فكرت في الحاجات دي ضاعت يعني مثلا نخليني في الوينش مثلا الاول الوينش اللي قلقتله في التدريب اعمل كده خمسين مرة حيجيبها لكن هو رايح اولا مستعجل كان مستعجل اوي مخدش نفس ولا خطواته مظبوط خلاص لكن انا بقول لما ضيع زيزو هو عمل هزة دون قصد في اللي جاي يعني زياد تقولي المعلم شاط ضيع اللي جاي هيعمل ايه هو عايز يجيبها بس عنده حاجة جواه ده زيزو ضيع هل لما ضيعنا يبقى عادي ولا لازم اجيبها فاضيع لكن كل اللي ضيعوا لو شفتوهم قبل كده بيشوتوا ضربات جزاء الخطوات كتوسع الاول دائت بتاخد نفس وعايز تشوت براحتك تصرع خلاص لكن انا بقول مش زيزو انا بقول اللي حول المباراة الضربة التانية بتاعت الهلال اه اللي صدعه عواد الصدعه عواد واتعادت اه لكن يعني تعب باجي ومش عاب منه كلهم ضيعوا قبل كده هي خادعة لان كده ما انت بتشوت الجن قد كده السبعة ده انتش بتشوت كده شور بابرة احنا بتشوت رصبا عنك والناس وانت حاط في دماغك ان الكرة دي يعني تكون او لا تكون الشخصية دي بقى اللي بتفضع عن نفسك ان انت تجيبها او حضيها لكن زيزو باين ان هو مش في حالته ومشي طبيعته ان يشوتها كده بشوتها فوق يمين شبال بشوتها فوق حصل حاجة فريرة كان بيكلم عبدالغاني هتشوت قال له خلاص هشوت بعد كده ما تشوتش فممكن فيه ناس وامام عشور نفسه اصلا كده كده خلاص مازل ناس خافت او قلقت عدد الكرات اللي كانت فضله كان متوقع امام عشور يشوت برضه اه لكن فين جوم في مصر بتخافت شوت منتخب فين جوم كبيرة اه لكن هو مش مش قل التدريب مش قل التدريب اي مدرب بيعمل وحدات في ضربات الجزاء وبيختار الناس وفيه ناس تباكوسة قوي 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 ويتيجي في الموتش تضيع او تقولك لا مش عايز اشوت كنتش بتشوت انت كابتان لا ما كنتش بشوت وضيعت وجبت اه يعني جيت مرة قلت المدير الفني انا ما شاشت لا 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 بالعكس انا في الجيش الملكي ثلاثة اربعة من النجوم قالوا لا طب مين هيشوت طول انا شوت انا موجود مش غير انا وضيعت ضيعت لكن في المنتخب انا ضيعت عشان ما كنتش مستعد ان انت اصلا تشوت ما كنتش في الترتيب الخمسة اه اه لان انا محتاجة برضو لان انا انا عارف تجهيز من الاول